حضراتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو الـ 22 من سلسلة شرح برنامج الماكروسوفت ورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كل ما يتعلق بالأيقونات من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب هنبدأ بعدين ندخل على قيمة insert بعد كده هتلاقي رمز لأيقون خاصية الأيقونات مش موجودة في النسخ الورد الأديمة ولكنها في النسخ الحديثة هتلاقيها موجودة طيب هضغط على أيقون هيبدأ بقى أن يفتح لي مجموعة من الأيقونات اللي أنت تقدر تتصفحها عن طريق شرية التمرير وتقدر في نفس الوقت بقى أنك تتصفحها عن طريق المجموعات بعد كده تختار الشكل اللي أنت عايزه وتدخل على الشكل اللي أنت عايزه وتعمل الحاجة اللي أنت تحب على سبيل المثال نحن هنختار الرمز ده وهنقول له insert فهنا الرمز ده أصبح موجود قدامي دلوقتي الايقونات عبارة عن خليط ما بين الصور والأشكال ولكن في البداية أنت هتتعامل معها كدب عن كصورة فهتجهزها للتعامل كصورة وهتبدأ أنك تكبرها و تصغرها بالشكل اللي أنت عايزه طيب أنا دلوقتي عايز أغير اللون بتاعها تقدر تغير لون الايقونة عن طريق إختار اللون اللي أنت عايزه لو أنت تقدر تدخل على more fill وتختار اللون اللي أنت شايفه مناسب لك أو اللون اللي أنت حبه وبعد كده تقدر تقول له أوكي فيبدأ أنه اختار لك الشكل باللون اللي أنت عايزه لو أنت عايز تحط له حدود تقدر بأنك تحط له حدود زي ما هو عمل هنا نفس الطريقة اللي احنا تعلمناها في الفيديو الخاص بالأشكال طيب في حالة لو أنا عملت الشكل ده غلط وعايز بأن يأدرج مكان وصورة وتقدر بأنك تعمله change وتختار from file تختار الصورة اللي أنت عايزها فهتنزل على نفس المساحة طيب في نفس الوقت تقدر تعملها من خلال الكريك يمين وتشينج للآيقون اللي أنت حطتها طيب لو أنا عامل الآيقون ديت هنسخ الآيقون بتاعتي علشان أطبق عليها الفكرة دي أنا دلوقتي مثلا هغير اللون بتاع الايقونة التانية عشان تكون واضح إيه التغير اللي أنا بعمله أنا دلوقتي مثلا لقيت نفسي أدركت ايقونة غلط تقدر بأنك كلك يمين وبعدين change graphic لو أنت عايز صورة أهيت لو أنت عايز ايقونة تانية دلوقتي تقدر تعمل تشينج للآيقونة فتقدر بأنك تدخل على الايقونات وتعملها تشينج graphic وبعد كده from icons وتختار الايقونة اللي أنت عايزها على سبيل المثال هختار الايقونة ديت وهقول له insert هيبدأ هنا بأنه عمل لك ايقونة بنفس المقاس ولكن هترجع أنت تعمل التغيرات الخاصة بالألوان بتاعتها طبعاً تقدر تعمل الايقونة group أو أي حاجة زي ما بيحصل عادي في الصور وزي ما احنا ما تكلمنا عن الايقونات بأن الايقونات هي بعضها عن خليط ما بين الأشكال والصور هنرجع للشكل ده في حاجة بتتميز بيها الايقونات عن الصور وعن الأشكال وهي بأنك تقدر تغير حالتها طبعاً تغيير الحالة بتاعتها بتبقى مرة واحدة بتبقى عن طريق click main و convert to shape أو بأنك بتختار الصورة وتدخل على فرمات وبعدين convert to shape بيحذرك بأن الحالة ديت هتأثر على حالة الشكل بتاعك طبعاً احنا هنقبل دلوقتي لو تلاحظ في قيمة الفرمات بتاعتك انت دلوقتي بقيت بتتعامل معها كشكل من الأشكال الطبيعية وليس كرمز تلاحظ بأنك وانت بتختار هتلاقي بأنك تقدر تختار كل شكل من الأشكال المكونة للصورة على سبيل المثال هنقدر أحذف الحاجات ديت الفكرة ديت ما كانتش متاحة والشكل ده رمز على سبيل المثال أنا أقدر أحرك الشكل ده هنا تقدر تعمل التغير اللي انت شايفه مناسب وتقدر بأنك تخلي الشكل ده بلون مختلف فمش شرط هنا ساعتها بأنا الاتنين يبقوا بلون واحد الخاصية ديت ما بتظهرش في العيقونات إلا لما تتعمل من العيقوناة للشكل فبيتعامل معها ساعتها كشكل وهنا بيتعامل مع كل حاجة موجودة داخل الايقوناة كشكل منفصل زي ما احنا ما شفنا اننا حزفنا الشرط اللي كانت موجودة في الشمس أو زي ما احنا ما شفنا باننا عملنا كده ولكن هو بيتعامل وكأن الشكل ده لا يزال معموله آآ جروب أو الشكل ده مجموعة في جروب تقدر بانك تعمل عشان تتعامل مع كل واحد كشكل منفصل او تقدر بانك تحتفظ بالشكل ده ضمن الجروب فيتتعامل معهم كوحدة واحدة بتقدر بانك تنقلهم طبعا انت تقدر تنقل الصورة ديت داخل الجروب ولكن الصورتين في النهاية لما انت بتختارهم مع بعض بيقدروا بانهم يتحركوا كصورة واحدة آآ بكده نكون ان هنا كل ما يتعلق بالايقونات بنشكر حضراتكم وبنتمانى لحضراتكم كل التوفيق وبنتمانى تشرفونا بالاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر